السلام عليكم كيف عاملين كنت منا تكونوا باخر وعلى خير غادي نقدم لكم الحلقة ثمانية وعشرين وسلسل دارنسا كما شفنا اصدقائي بان اعتمان فضحهم كاملين وصيفة ذلك تصاور الحمزة حمزة هنا بقى كي يسولهم قال ليون انتو ماشنو كنتو 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 كديرو هنا يا مهم غادي تصدموا واحد صدمة كبيرة بزاف امين غادي تقول للكيفاشنو كنديرو هنا غادي قول ليشوفي تصاور هادي صندوق اشنو فيه المهم ديك روقيته غادي دخل بطرس وغادي جيب معه سلمان سلمان غادي يكوني بكي وبطرسه وغادي تصدم المهم اول حقيقة بعدها غادي تكتشف قبل ما يقولوا لهذاك الصندوق فاش غادي دخل سلمان وغادي بدا يبكي وغادي يقول لهم انا وضلحرام انا هدي انا فينا هوبا فينا هي تلفتوني فينا هي امي فينا سوف نشوفوا سلمان انو سوف يتصدموا واحد صدمة كبيرة بزاف سلمان اصدقائي قد لك امر ما غاديش يقدر انو اسبر لان ديك الوقيته فاش غادي دخلوا بطرس غادي يمشي اي سدالي في البيت ديالو ناديه غادي يتتبه وغادي تقول لي عفاك سلمان غادي تصنا باش نهضر معاك عفاك سلمان المهم غادي يقول لي ها سير بعدي مني ما تهضريش معايا المهم غادي شوفوا صديقائي بان ناديه غادي تبقى غير حاضية هي سلمان وغادي تصدم غادي يقول لك كيفاش سلمان كيفاش اشنو هادشي واقع ستوقف أصدقائي أمينة غير ستبدأ تحكي لي ستدخل سلام سلام كما قلت لكم سترجع ستوقف ستقول لها فهموني حمزة ستقول لهم فهموني أشنو اللي واقع حيث أنا ما فهمت حتى شي حاجة كيفاش سلمان مشيخويا كيفاش سلمان وندي ناديا وغادي يقول ناديا وفين هو بالسلام أبا كيفاش نتيا ولتيا لولدو مع طرف تشبيه ومشي تهرب هذه السنوات وما قلت ولو جتي دابا راجعة ومزوجة وبغادي تطلقي وبغادي تاني تزوجي بفؤاد وانتي أصلا حريرتك حريرة أمينة صديقائي غادي توقف وكما قلت لكم سلام غادي يرجع وغادي وقف قدام الأم ديالو غادي تحكي ليه كل شي غادي تقول ليه باك هو اللي دار هذا الشي كامل الناديا كان كي تعدى لها فاش كان صغيرة غادي قول لها وغادي تقول ليه غادي تقول ليه آهد الشي كامل اللي وقع وغادي تقول ليه بأن صديقائي راه الأب ديال سلمان راه هو عزيز لي هو الأب ديالو غادي تصدم صديقائي واحد صدمة كبيرة بزاف والمهم غادي تبدأ تحكي لي حتى الحقيقة الاخرى غادي تقول ليه بأن عزيز يعني دك التصور كاملين راكين فيه عزيز دك الصندوق راكانو دفنو في الأرض ديالو عتمان وشافهم عتمان والمهم دبا وليك يهددهم يعني بتصور هو كي يصحاب ليه بأن نهراه كنز نا حمزة ما غادي يقدر أنه يدخل دياله كامل اللي كتقول ليه آمينة غادي يقول ليها سكتي سكتي انتي ماشي أم انتي ما عمرك انتي أم انتي واحد الانسان خيبة بزاف هنا فين غادي تضرب وغادي تقول لي هويك تقول لي هاد الهضرة سلام غادي ضرب حمزة وغادي يقول لي ما تقول علموك هاد الهضرة سكت حد دك تم هادي يقول لي اسمعها غير بعد شنو هتقول غادي يقول لاشنو هادي نسمع ومن بعد يبدي يسول هم باهيجة غادي يقول لها شكو لي مقتلكم رغير الام ديال كانت تعطي الفلوس ديال ذاك الشخص اللي كانت معاش حال هادي دك شعلي شرجع حيث أصلا باين حيث لو كان هو بغير يرجع ما كانش غايت تخلي عليها وغادي خلي هاد المدة كاملة مكرفصة وخارجة في الأول غادي يجي وغايت صلح الامر من بعد داب رجع ويقول لي نعترف تكش كامل على ود الفلوس ولكن كنزة صديقائي فعلا ذاك الامر بأن غادي تزوج بي وغايت لقها وهدي تكش كامل ما غادي شديره لحقاش غادي ترجع عند حمزة وغادي تقول لي حمزة انا را خلي تو هادي واسم دالية وفعلية غير سكتنتي صافرة اكتشفت الحقيقة بأن كنت مشاركة معاهم يعني حتى انت را كي تمشي فيها بحالك بحالهم المهم مصديقائي كما قل لكم يعني فاش غادي كون يهضر مع باهي جا و باهي جا غادي تقول لي را كانت مشاركة مع نا كنزا و هادي و دي كالساعة غادي تجري نادي غادي تقول لي همرا سلمان غادي خلي حمام و تعطال و ما عارس شنو كيد دير و ما كي جاوب نيش مهم كامل غادي تخلع لي ثم أصدقائي غادي نشوف بأن سلمان غادي حاول أن يصفي ها راسه يعني كامل غادي تخلع وهنا غادي نشوف أصدقائي بأن حمزة لا عارف ماذا سيقوم بأن سيقوم بلغ على أمه و على أخته و على باهجة و على سلمان تهو كيف سيقوم بأن سيسكت حيث سيأتي في الصف الأمينة و سيقول لأول دي ما عم دي كامل عندها عوض و سيقول لها شو مع لك ماما لش كنت تخلي نادي سنوات نسينا لأن يرجاع لن حمزة لا يستطيع يحمل أمينة سيكره شديد يبدو يعرف لها و يقول لها لأن حمزة يريد عزيز بثاف و أخي يعرف أن يقل لهم هذا ليس حل يعني لقد لقد أدى على نادي لأن قانون تبلغ يعني يعني لأخذ العقاب ولكن من بعد سنرى حمزة لا يزال بلغ ولكن قديمته فيما يدور يقول لهم أنا يقول لهم أنا 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 أصدقائي سيبقى بين عثمان يهدد بالصندوق و نرى حمزة يهدد بالتليفون لأن عثمان يهدد بالصندوق و سنقول أم الكرة سيأتي لكم البوليس ولكن حمزة سيطح لفراس سيقول لجول البوليس طبيعة الحال سيقلب و لا سيقول لها حمزة سيقول لها في السطح ولكن الصندوق لا يتحل حتى الحلقة الأخيرة لأن كما أقول لكم سيكون لك فوضى كامل و ما يكون في الصندوق سيكون أحد عالمة استفهان و ما يقول على رسول الله و يقوم بلواجب و السيد و لا يقوم بلاصة سيكون و كما أقول لكم هذا أصدقائي عزيز ولكن هما سيقول هذا عزيز و كما أقول لكم سيكون واحد حاجة لي الاستغراب فينا عزيز لكن حمزة لا سيقول لهم فينا و لا بالصح لا لا أصدقائي سيكون خيبة لأن سلمان لا سيكون مرض في الداخل سيكون صدمة كبيرة لأن سلمان نهي الحياة الأخيرة المهم أصدقائي أحداث مسلسل ستكتشف الأسرار كاملين الأمينة الأسرار المخبئة ستكتشف السير يعني كاملين سيعيش في واحد الحياة صعيفة كاملين واحد واحد بطرس سيكون أصدقائي ستصدم سلام عليكم ونطلقوا في فيديو مقبل إن شاء الله ستكتشف 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 ستكتشف